18 أبريل في الشلاف إدانة الحاج فوكا سامر ياسين بـ 200 ألف دينار غرامة مالية وتم إطلاق صراحهم بعد أن تمت محاكمتهم تحت إجراءات المثول الفوري 20 مليون غرامة يعني الشار قرر ما يسمى بقضي التحقيق تحقيق تلفيق يعني إداء موسى عياشي الحبس المؤقت بتهم ثقيلة بما فيها جنايات العاصمة في سيدي محمد تم السماع في الموضوع في حق عبد الله بن نعوم في الحضور الأول أمام قضي التحقيق بالقضب الجزائي المتخصص يعني بن نعوم جايبين هوراه منذ سنوات طويلة وكاد أن يموت قبل أشهر وفي إضراب دام أسابيع طويلة وخرج وكأنه خارج من القبر وهو الذي يعاني من أمراض القلب ولكن جايبين هوراه لسنوات لماذا؟ لأن بن نعوم اقتنع بالمعركة اللاعنفية المعركة السلمية بعد أن كان مقتنع من قبلها بالعكس سنوات تسعينات لكن اقتنع من بعد بالمعركة السلمية والمعركة اللاعنفية وواجه هذا العصابات واجه هذا العصابات بكل سلمية فانتقموا منه هو وإخوانه ياسين الخالدي وأخوان آخرين معاهم انتقام شديد وما زال انتقام من عبدالله بن نعوم انتقام شديد ادانة أيضا مظلمة سيدي محمد ادانة معتق الرأي محمد بوظيف بوسيف محمد بوظيف بوسيف بعام حبس نافذة وغرامة مالية تأجيل محاكمة محمد غراية اليوم 25 أبريل فيما يتعلق بقضاء مجلس قضاء العاصمة وفيما يتعلق بمفيدة خرشي فاطمة بودودة صادق لعيل نور الدين عبدالعزيز صالح زرفة سفيان ربيعي بالعمري العموري في انتظار برمج المرافع أمام غرفة الاتهام ظلم عظيم آخر دار البيضاء قرر وضع سعدود تكفر ناس تحت نظام رقابة القضائية بجاية سمير شرات تم سماعه من طرف الأمن الولائي الوسيلة عزيز محاكمة ستكون يوم 8 يماي مصطفى قيرة تم الحكم عليه اليوم بتأكيد الحكم بثلاث سنوات القاضية المجرمة التي أكدت الحكم قضية التليفون قضية المخابرات الإرهابية لما قيل لها أنه عنده ابن مريض ويحتاج عملية وأنه يجب تطلق الصراح قالت لهم رأي وقال أنا أعوذ في حركة رشاد وأتشرف بذلك قال لهم لا أروح ويجيبوا رشاد هي لتخرجوا باش يروح يشوف بنو ولا ولد بنو هذه قاضية أو الله هذه مخابرات إرهابية رأيك يديري في السياسة هنا ويش دخلك في هذا الحديث كالمفروض أنك تشوفي القانون حتى القانون الظالم نتاعكم هذا لكن حتى بقوانينكم الظالمة بمقياس قوانينكم الظالمة كالمفروض لا مستفقرة ولا كل الحركين يكونوا في السجون لأن بكلامكم أنتم يسمى الحرك الأصيل أو الحرك المبارك بكلامكم أنتم ديرلوا يوم للاحتفال به سميتوه اليوم الوطني بكلامكم أنتم المفروض كل الحركيين تعطى لهم هدايا تعطى لهم أوسمة تعطى لهم لأنهم ساهموا وانتم ما تعترفوا وقايد صالح اللي جابت تبون قال الجزائر كانت تحت استعمار ثاني وتحت عصابات لكنكم طبعا تكذبون تنافقون وتخادعون أنتم نفس الوجوه نصف العصابة في السجون نصف معتبون هذه الحقائق ترجمة نانسي قنقر